اشتركوا في القناة تاريخ 30-5-2016 ولقد قامت إدارة المستشفى بالاجتماع مع والد الطفل وذويه فور ورود معلومات عن حادثة الطفل وتم إعطائهم المعلومات الكاملة عن وضعه الصحي وأقدت له من اللحظة الأولى بأن إدارة المستشفى سوف تفضل كل جهد ممكن لمساعدة الطفل أمير كما تعهدت بأنها لم ولن تترسل من مسؤولياتها المهنية والإخلاقية والقانونية اتجاه المريض قبل وأثناء وبعد دخوله إلى المستشفى وقد بدرت إدارة المستشفى فورا في تنفيذ الإجراءات التالية الاجتماع بالطاقم الطبي الذي شارك في إجراء العملية للإطلاع عن كثب على مجريات هذه العملية تحويل المريض إلى قسم العناية المكثفة في متشفى المقاصد بالقدس خلال ساعات بعد إجراء العملية حيث مكث فيها ثلاثة أيام ومن ثم نقله إلى العناية المكثفة في متشفى هداسة لضمان تقديم أفضل فرص للعلاج تم تشكيل لجنة التحقيق داخلي في غصون 24 ساعة للوقوف عن كثب على تفاصيل ما حدث وعلى ضوء النتائج الأولية للتحقيق تم اتخاذ الإجراءات التالية إيقاف الطاقم الطبي المشارك في هذه العملية عن العمل فورا ولأجل غير مسمى الطلب من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تشكيل لجنة التحقيق لضمان نزاهة ومصداقية وقانونية هذا التحقيق تقييم الإجراءات وكذلك التجهيزات الزاعة الطبية داخل غرفة العمليات للتأكيد من سلامة هذه الإجراءات إننا إذ نقدر الأوضاع النفسية الصعبة التي تتمر بها عائلة الطفل أمير فإننا نؤكد إننا لن نتدخر جهداً إلا وبذلناه باتجاه هذا الطفل فمنذ البدايات وقبل دخول الطفل أمير إلى المستشفى تم إبلاغ الأسرة بأن جميع الرسوم العملية والإقامة والعلاج سوف تكون مجانية نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها أسرته حسب ما أبلغنا به طبيبه الخاص كما وقامت إدارة المستشفى بتغطية كافة تكليف العلاج في كل من المستشفى المقاصد ومستشفى هداسة إضافة إلى تكليف العلاج في وعدة العناية المكثفة في المستشفى مسلم التخصصي والتي استمرت لعدة أشهر ومن ثم إلى الجمعية العربية للتأهيل وكما نود وكما نؤكد بأننا سوف نحترم ما تقره الجهات الرسمية الصحية منها والقانونية ولا تتتابع هذه القضية وكذلك نؤكد على حق هذا الطفل وذويه في التعويض المادي والمعنوي إذ ما ثبت أن هناك خطأ طبي حيث أن المستشفى مغطى من شركة التأمين بس تهجن أن وزارة الصحة تحكي عن أي أخطاء طبية وبتحكي من ثلاث شهور تم أنه وجود تقرير بهذا الخطأ الطبي ولم نتسلم منهم أي تقرير تم تسليم تقريرين حسب ما سمعت أنا وأنا بسمع منكم ومن الإعلام تقرير سلم ليد الطفل ليد أبو للمريض والتقرير الثاني سلم للنائب العام وتم إرسال من المستشفى حد يتسلم هذا التقرير ولم يسلمه حتى التقرير وبالتالي من حقك كمدان على الأقل أنك تعرف شو الإيدان اللي أنت ودنت فيها نحن غير مقتلفين أن هناك مشكلة طبية حصلت للطفل وهذا يحدث في كل أماكن العالم أنا اشتغل بهذا سعين كارم كانت تحصل مشاكل أكبر من هيك لكن لا تتعاطى المشاكل بهذه الطريقة وبهذه الأسلوب أولا تشكل لجنة داخلية وهدفها أن نقلل من المشاكل المستقبلية وليس هدفها مين إحنا بنا نحط عليه اللوم ومين بنا نحمله المسؤولية هدف أي مؤسسة بالعالم هي تحسين الأداء كنا بني أدمين وكنا بنقطع عفوا من فينا ما بيقطعش لكن السؤال هون كيف نحسن من أداءنا وليس إحنا موجدين هان كإعلام كناس كيف بنا نجلد هالناس اللي أخطأوا القانون اليوم بالعالم يا سيدي بيحترم البني أدم حتى المجرم بقوله إحنا كيف بنا نخليك بني أدم طبيعي وليس كيف بنا نجلدك عشان نصير مجرم أكبر وبالتالي من حق أي مؤسسة ندافع عن نفسها ومن حقنا إننا كلهم يا عمي ما عنا مشكلة وإحنا نعترف وبنقول في عنا قانون في بلدنا طالما في قانون يجب أن هذا القانون يأخذ مجراء ويجب أنه يأخذ مجراء للنهاية لكن بالطرق الإعلامية اللي عم بتصير في بلدنا إحنا نجير القانون بشكل خلينا سميه إني أنا لما بشوف الطفل أنا متعاطف مع أهل الطفل صدقني وأنا بحط ابني مكانه لكن إحنا كمان بني أدمين وبنخطئ أنا برأيي دور وزارة الصحة هي كيف إنها تقلل من هاي الأخطاء عن طريق تحسين أداء هاي المؤسسات وليس عن طريق أوجد بني أدمين بس أجلدهم عشان كلهم أنت تتحمل مسؤولية وأنت تتحمل مسؤولية الهدف إحنا بننبني وطن وليس بننجلد بني أدمين إذا كنا بنشتغل جلادين لن نستطيع بناء هذا الوطن ترجمة نانسي قنقر